بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وازك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي طلابا وطالبات مجددا في شروحات مقرر إدارة الفعالية اليوم بإذن الله سنبدأ في درس جديد وهو بعنوان رعاية الفعالية لكن كما تعودنا نستذكر درسنا السابق بعد ذلك بإذن الله نبدأ في درس اليوم في الدرس السابق كان عنوان تخطيط أو التخطيط لتسويق الفعالية ذكرنا عدة عناصر في هذا الدرس بدأنا بالتخطيط لأنشة تسويق الفعالية وتنظيمها ذكرنا مهم جدا أن نختار نشاط الترويجي المناسب فمثلا حينما تحدثنا عن فعاليات المجتمع الصغيرة الصغيرة قد يكون التركيز على الدعاية المكتوبة المجانية ولكن في الفعاليات المحترفة الفعاليات الضخمة قد نلجأ إلى تسويق مباشر بيع شخصي ترويج مبيعات تسويق رقمي وغيرها بعد ذلك تحدثنا عن تخطيط والتنظيم ذكرنا حينما يود مدير التسويق أو مدير الفعالية أن يخطط ويحلل السوق هو يعتمد على مؤشرات أو بيانات ذكرنا قد يعتمد على تقارير السوق تقارير المبيعات الإحصاءات المالية الاتجاهات للسوق كذلك النشاط التنافسي وأيضا هل هو مثلا هناك تنافس شديد أو مباشر أو غير مباشر كل ذلك سيساعد في عمليات التسويق بعد ذلك تحدثنا عن وجود صورة وعلامة تجارية هذه الصورة لابد أن ترسخ من خلال إيجاد اسم الفعالية شعار صورتها في كل أماكن الفعالية في المنتجات التي تقدم في أيضا وسائل إعلام والترويج لهذه الفعالية لابد أيضا توحد وتكون بشكل واحد لجميع وسائل الإعلام كذلك ذكرنا لابد أن أحدد هوية العميل المستهدف ذكرنا قد أقسم السوق لأكثر من قسم كل قسم قد يكون له احتياجات وبالتالي لابد أن نشبه احتياجات كل قسم وذكرنا من الضروري أن نحلل هذه الدوافع لكل قسم قد تكون دوافع أساسية ثانوية لكي أصل إلى الهوية التي يستهدفها للعملاء من هو العميل الذي أستهدفه ذكرنا أيضا لابد أن أحدد أهداف الغايات لابد أن تكون بطريقة ذكية وما يسمى بـ Smart Goal لابد أن يكون لك قياس قابلة للقياس قابلة للتطبيق تكون واقعية وبالتالي تساعدني أيضا في المتابعة ذكرنا ذلك حينما ننتهي من الخطط والأهداف وضعناها في إدراج هذه المعلومات فيما يسمى ذكرنا خطة التسويق هذه الخطة تكون محتوية أيضا على جدولة وتنظيم تراعي الأوقات تراعي تطبيق الإجراءات وتسلسلها كذلك تراعي القضايا القانونية والأخلاقية نطبق القوانين لا نقيم فعالية مثلا ونتجاوز الجهات الرسمية أو عدم إصدار التصاريح نلاحظ كثير من فعاليات أو بعض الفعاليات وقيمت في ظل عدم وجود تصريح وبالتالي تم تغريمها وتم إعطاء مثلا مخالفات وقد يكون هناك إجراءات منعة من إنقامة فعالية مرة أخرى الإعلان ذكرنا أيضا لابد أن أختار وسيلة مناسبة وذكرنا قد أستخدم الراديو، التلفاز أو وسائل التواصل وهذا يعتمد أيضا على التكلفة والميزانية وذكرنا قد أستخدم أكثر من وسيلة لكي أستهدف أكثر من شريحة أو أكثر من فئة قبل أن نبدأ في درس رعاية الفعالية لابد أن نوضح خطة تسويقية مبسطة لمهرجان ثقافي هذا المهرجان الثقافي يقام في الصيف أو ما يسمى مهرجان صيفي لدينا استعراض لهذه الخطة خطة تسويق الفعالية المهرجان الثقافي الصيفي لدينا أصحاب المصلحة والمستهدفين الأهداف بالنسبة للمشاركين خمسة كتاب سعودية مشهورين إذن نبحث عن خمسة كتاب مؤده العرضة رواة القصص العربية التقليدية نحتاج إلى رواة مشاركين في عرض سلاح الفرسان 80% من الفنانين المميزين السعوديين نود دعوتهم إلى هذه الفعالية وكذلك قد يكون لدينا أيضا 20% من حول العالم لينقلوا ويلاحظوا التجارب وينقل أيضا تجاربه الهدف بالنسبة للموردين إذن نضع على هداف خطة تسويق مبسطة لمهرجان الثقافي صيفي 25 مورد أغذية إقليمية يبيعون منتجات محلية إذن حددنا بالرقم وبالتالي وأيضا مثلا محلي إذن نلاحظ دقة الهدف أو دقة التحديد لم نذكر فقط 25 مورد أغذية فقط لابد أن يكون إقليمي ويبيع منتجات محلية 20 مورد يبيعون سلع تقليدية المورد الرسمي للبضائع في الموقع إذن لدينا مورد رسمي نعتمد عليه وقد يكون لدينا أكثر من مورد مساند له لو أتينا إلى الجمهور المستهدف الجمهور استهدفه بعمر من 20 إلى 35 إذن احتياجاتهم مختلفة عن الأطفال أو عن الكبار وبالتالي حينما أعرف الفئة العمرية إذن أستطيع معرفة احتياجاتهم ورغباتهم وبالتالي سألبيها من خلال هذه الفعالية قد يكون ذكور إناث عوائل زائر السعودية من السياح وأيضا سعة إجمالية تبلغ 30 ألف شخص إذن لابد أن يكون المكان يتيح لـ 30 ألف شخص نالتي الهداف التسويقية تحقيق نسبة حضور 80% من خلال شراء التذاكر إذن سأطرح منصات أو طريقة معينة لشراء التذاكر وقد يكون المتبقي من خلال الدعوات أو من خلال الشركاء أو من خلال شركات السياحة وغيرها جذب شركتين أو ثلاث من الشركات الراعية إذن أبحث عن شركات ترعى هذا الحدث قد يكون شركات تقنية قد يكون شركات مثلا أغذية أو غيرها تحقيق مديعية تصل إلى 30 ألف ريال سعودي في مقالات وسائل إعلان مطبوعة إذن أستهدف أن أحقق إراد من خلال هذه الوسائل وبالتالي سأطرح إذن حددت الرقم حددت المبلغ وبالتالي أستطيع قياسه كم نسبة تحقيق نأتي إلى خطة العمل خطة العمل قد تحتوي على أكثر من إجراء وأيضا تكون محددة بتواريخ مضبوطة أو تواريخ محددة بدقة لكي أستطيع المتابعة فمثلا أولا إجراء أبحاث السوق في فبراير قبل الفعالية إذن الفعالية ستقام ما بعد فبراير إذن قبل فبراير أو شهر 2 ميلادي سأجري أبحاث للسوق ودراسة ميدانية قد تكون للسوق إطلاق الخطة والحصول على موافقة الميزانية إذن بحدود 31 مارس لا بد أن تكون في نهاية هذا الشهر لدي الخطة وأحصل على الموافقة من الجهة التي تعتمد الميزانية إعداد الملخص والأهداف الترويجية بحلول 4 أبريل إذن بعد اعتماد الخطة بخمسة أيام لا بد أن أبدأ أو أربعة أيام لا بد أن أبدأ بإعداد الملخص والأهداف الترويجية بعد ذلك قد يكون بأسبوع أو خمسة أيام أو أكثر في 12 أبريل إذن لا بد أن نوظف شركة علاقات عامة لتحقيق أهداف هذه التي وضعتها إذن نلاحظ التسلسل في التحديد والدقة وهذا ما يسمى بالجدولة والتنظيم كذلك نستكمل خطة العمل الانتهاء من الخطة الحملة الترويجية قبلها أو بحلول 29 أبريل إذن لدينا أكثر من 20 يوم لعمليات الحملة الترويجية وبالتالي سيكون أيضا لديها إجراءات بـ 29 أبريل لا بد أن نكون حققت أهداف هذه الحملة الموافقة على المواد الترويجية بما في ذلك الإعلانات والدعوات وقائمة مدعوين في حلول 30 أبريل إصدار الدعوات والبيانات الصحفية بحلول 10 مايو إذن أصبح لدي تصور عن الإقبال عن الحضور وبالتالي تكون لدي صورة واضحة تنفيذ حملة ترويجية حسب الجدول الزمني المحدد قد أقوم بأيضا حملة أخرى إطلاق الحملة الإعلانية في 15 مايو متابعة الرد على الدعوات نحن ذكرنا إصدار الدعوات في هذه المرحلة هنا أتابع الرد هل هناك مثلا أشخاص لم يحضروا هناك قبول للدعوات هناك اعتذار بحلول 25 مايو مواعيد المهرجان الثقافي إذن من 31 مايو إلى 28 إلى 31 بعد ذلك سأجري انتهاء الفعالية سأجري أبحاث ما بعد الفعالية لكي أصل إلى الدروس المستفادة وأحاول أن أجد النقاط الإيجابية والسلبية التي قد نكون تعرضنا لها في هذه الفعالية بعد ذلك نصدر تقرير نهائي للتغطية الإعلامية ويتم تسليمه في 3 يوليو إذن هذه قد تكون خطة العمل بالنسبة لحملة مهرجان أو فعالية مهرجان الثقافي الميزانية إذن نلاحظ تحديد أيضا الميزانية حملة العاقات العامة 950 ألف ريال الحملة الإعلانية 2500 ألف ريال خدمة بيع التذاكر الإلكترونية 100 ألف ريال فريق التسويق والإدارة قد تكون 600 ألف ريال سعود إذن هذه الميزانية قد تكون المحددة وأيضا الإرادات قد تكون تأتي في ظل هذه الميزانية المراقبة والتقييم مراقبة وسائل الإعلام وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي ما هي الأثار التي ترتبت ما هي حجم التفاعل حجم التجاوب مع الفعالية والحملة الترويجية إجراء أبحاث قبل الفعالية وبعدها لكي ألاحظ الاختلاف وأيضا هل هناك واعي بالفعالية وهناك مثلا قصور في الفهم أو قصور في المعرفة إذن كل ذلك من خلال إجراء الأبحاث أيضا بعد ذلك قد أجري استبيان لأتطلع أراء الحاضرين والفن المشاركين لكي أستفيد من في تطوير تنفيذ الفعالية مرة أخرى أو في قادم الأيام نأتي إلى درس هذا اليوم وهو رعاية الفعالية أهداف التعلم كما ذكرنا في كل درس لدينا أهداف بعد الانتهاء بإذن الله سنكون قادرين على توضيح المقصود بالرعاية تحليل مختلف أنواع الرعاية المتاحة للفعاليات تقييم قيمة الرعاية لمختلف أصحاب المصلحة لدينا مصطلحات رئيسة في هذا الدرس رعاية المرعي ورعاية عينية وحقوق البث ما المقصود بالرعاية؟ أو ما يسمى بسبونسورشيب ما المقصود بالرعاية؟ تعتمد نسبة كبيرة من الفعاليات سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو ضخمة على الرعاية كثير من الفعاليات تقام أو قد يقدمها أو يقوم بتمويلها الرعاية إذن نقوم بإقامة فعالية ولكن تعتمد بشكل كبير على الرعاية والمبالغ التي يدفعونها مقابل عقد الرعاية بدءا من مؤتمر فردي في مدينة صغيرة تدعم الشركات المحلية قد يقيم شخص مؤتمر وتأتي شركات محلية تدعمه بمنتجات أو بمثلا بعض المنتجات أو بعض المبالغ المالية أو بعض التسهيلات مثلا نلاحظ مثلا بطولات أيضا رياضية عالمية نلاحظ أيضا هناك رعاة من شركات متعددة وهذه الشركات حينما تكون البطولة عالمية قد تأتينا أيضا شركات عالمية وشركات ضخمة فالرعاية في كل مكان في الحياة اليوم عندما يزور شخص في المملكة العربية السعودية معرض تقني أو يحضر مهرجان ثقافي أو يشاهد مباراة مثلا تينيس على شاشة التلفزيون فالمحتمل أن يتلقى الرعاية من القائمين عليها ويتلقى المزايا بشكل ما نلاحظ ذلك حينما نشاهد المبارايات نشاهد البطولات نشاهد أيضا في الشوارع وكل ما يحدث من عقود الرعاية نظرا لهذا الانتشار والتأثير واضح الرعاية عن نجاح المحتمل الفعالية فإن تنسيق شؤونها وأحد الجوانب الرئيسة لإدارة الفعالية إذن دارة الفعالية حذكرنا سابقا قد يكون لدينا لجنة لجنة الرعاية تقوم بجلبها وذكرنا ذلك في الجزء الأول تهتم بجلب الرعاة وأيضا لدينا لجنة للتسويق وكل ذلك لكي تقوم بتوفير مصادر لكي تمول الفعالية وهذا بإذن سنتحدث عنه في قادم الدروس تعني الرعاية نشاط الكيان الذي يقدم الدعم لقضية معينة وهو إقامة فعالية في هذه الحالة في مقابل مزايا تسويقية تفصيلية وارتباط بهذه القضية إذن نلاحظ مثلا حينما تقيم وزارة الصحة فعالية نجد كثير من المستشفيات الخاصة تقوم برعاية هذا الحدث وتقدم التسهيلات لأن لديها نفس الأمر وأيضا لديها نفس الأهداف قد يكون أو اشتراكها في نفس أهداف وزارة الصحة كذلك حينما نلاحظ مثلا المسابقات الرياضية نجد شركات رياضية شركات ملابس رياضية شركات مثلا المنتجات الصحية نلاحظ أن تقوم برعاية هذه البطورات لأن لديها قد يكون أهداف أيضا مشتركة تعرف الجهة التي تقدم الدعم مقابل المزايا باسم الراعي بينما يسمى من يحصل على الدعم المرعي فنلاحظ مثلا الدوري السعودي لكرة القدم في المملكة هو مسمى بمسميات أحد شركات المملكة السعودية مثلا الدوري روشن السعودي إذن تغير الاسم لأن الراعي يقدم الدعم المالي يقدم المزايا لهذا الدوري وبالتالي يحصل على مقابل ذلك على تسويق منتجاته عبر المباريات عبر التلفاز عبر أيضا في الملاعب وغيرها وكذلك في جميع المجالات في الحياة على سبيل المثال أيضا تقوم الشركة المصنعة للإطارات برعاية فعالية رياضية للسيارات إذن هي تصنع إطارات وبالتالي إذن تستهدف السيارات إذن هناك بطولة أو سباق رياضة السيارات فالراعي هنا هو الشركة والمرعي هو الفعالية وهي المسابقة السيارات يعد الدعم المالي المباشر شكل الرعاية الأكثر مضوح إذن قد يكون مالي وهو أكثر مضوح وقد يكون عيني من مواد وتسهيلات ومع ذلك يمكن أن يتخذ الدعم الذي يقدم الرعاية أشكال متنوعة ويضح الشكل التالي بعض أشكال الذي يقدمه الرعاية قد يقدم الدعم المالي وهذا كثير من الفعاليات أو الرعاية يقدم هذا الدعم أيضا البنية التحتية التقنية قد يقدم تسهيلات تقنية أجهزة اتصالات وغيرها قد يقدم بعض الرعاية الأغذية إذن يرعى مقابل تقديم الوجبات والضيافة دون مقابل الخبرة والتدريب قد يقدم الراعي الخبرة وتدريب المنظفين أو تدريب الأشخاص الذين يأتون إلى الفعالية قد يقدم أيضا ملابس أو معدات أو قد يقدم مثلا قاعة أو قد يقدم مكان لقامة الفعالية كل ذلك من أشكال الرعاية عملية الرعاية للتعرف على أثار فعاليات بصورة كاملة وإدارتها بفعالية يجب على مدير الفعاليات النظر إلى الرعاية على أنها عملية مستمرة وليست مجرد عملية واحدة إذن تستمر كل ما يكون لديك فعالية تبحث عن الرعاية وبالتالي إذن لابد يكون لديك علاقة إيجابية مع الرعاة ومستمرة لكي تحصل على الرعاية دائما في جميع الفعاليات التي تقيمها يتعين أيضا عن مدير الفعاليات المشاركة في تنسيق الرعاية في كافة مراحل المشروع قد يكون لدينا أكثر من رعاية على أكثر من مرحلة في المشروع وذلك يحتاج مننا كحينما نبحث عن أو مدير الفعاليات تبحثون عن إدارة للرعاية لابد أن يكون لدينا تخطيط بعد ذلك تنفيذ وأيضا مراجعة لهذه الخطط وبعد ذلك نقيم وبالتالي تكون عملية مستمرة كلما ننتهي من مرحلة نعود إلى مرحلة الأخرى نبدأ نخطط مرة أخرى للبحث عن رعاة أيضا في هذا المجال أو في مجالات أخرى وبالتالي هي عملية أيضا مستمرة علاقة الرعاية من الأمور الرئيسة في عملية الرعاية وجود علاقة تبادلية الكل مستفيد بين المرعي والراعي ورغم أن الرعاية إجراء تجاري إلا أن هناك تداعيات أوسع نطاق للتعيد المشاركة في ربط سمعة الراعي والمعي وأخلاقياتهما وقيمها إلى حد ما فمثلا حينما تقيم أحد الشركات أو ترعى أحد الشركات الاتصالات مثلا مؤتمر مثلا المنصات التعليمية الإلكترونية إذن هناك علاقة الطلاب مثلا سيعتمدون على هذه المنصات أو الإنترنت وبالتالي هي تكون مستفيدة من التسويق لمنتجاتها وكذلك مثلا الشركة التعليمية تستفيد من وجود داعم لها مثلا تقني إذن وبالتالي إذن علاقة تكون تبادلية جميع الأطراف تكون مستفيدة سوف يستفيد كل من الراعي والمرعي المشاركين في الصفقة من المشاركة ويتحمل كلاهما عب إنجاح العلاقة كلاهما سيبحث مثلا من شركة تعليمية أو وزارة تعليم مع شركة الاتصالات كل منهم يبحث عن نجاح هذه المنصة التعليمية الإلكترونية لأن كل منهما له أهدافه في نجاح هذه الفعالية قد يواجه كل من الطرفين عواقب غير مرغوبة إذا أديرت العلاقة بسلوب سيء فمثلا حينما يبحث الراعي أو يقدم مصلحته على الآخرين أو لا يبحث عن مراعاة مصالح الطرف الآخر قد يتسبب في سوء العلاقة وبالتالي قد تنتهي العلاقة وقد يحدث مثلا عدم إتمام لهذه الاتفاقية أو قد تحدث مشاكل قانونية نظير اختلاف الأهداف أو اختلاف الآراء لذلك قبل أن نبدأ يكون لدينا تصور لدينا اتفاقية حول جميع بنود الرعاية العلاقة بين راعي الفعالية والمرعي دائما ما تكون بهذا الشكل وهي مثلا يقدم الدعم الراعي يقدم الدعم المالي أو المواد أو بعض الموارد أو بعض مثلا اعتمادات أو المصداقية أو الاعتمادات المقدمة يتلقى العروض والمزايا التفضيلية والمشاركات النية الحسنة لا بد أن يكون لدينا نية حسنة في هذه الرعاية كل مننا يبحث عن مصلحة لمصلحة الرعاية وبالتالي لابد أن نلبي جميع أهدافنا كراعي وكمرعي ونساعد لكي نحقيقها يتلقى الدعم المالي قد يتلقى أو قد يتلقى أيضا موارد وغيرها إذن العلاقة لا بد أن تكون مبنية على نية حسنة مبنية على تحقيق القيم المشتركة وكذلك الهداف المشتركة في حال عدم وجود بنود واضحة ومعايير واضحة قد نختلف حينما نطبق الفعالية وبالتالي قد يتسبب في مثلا سوء السمعة للمنظم أو للفعالية ذلك مهم جدا في عقود الرعاية أن تتم وفق أهداف ووضوح ويكون هناك البنود واضحة للجميع وحينما ننفذ يكون هناك كل مننا واضحة أهدافه وكيف تحقق وكيف يستفيد من هذه الرعاية يمكن أن يختلف مدى هذه المشاركة بصورة كبيرة اعتمادا على الشروط المحددة ومدة اتفاقية إذن قد تتغير بعض العقود الرعاية نظير تغيرات قد يكون في الأحداث أو في التقنيات أو غيرها وبالتالي لابد أيضا أن تكون قابلة للمراجعة والتغيير أيضا بموافقة الطرفين ويكون هناك البنود تضمن حقوق الطرفين على الرغم من إمكانية ربطة وفعلية واحدة إلا أن إجراء الرعاية أو الرعاية غالبا ما يشكل جزءا أساسيا من شراكة مستمرة ومتوسطة أو طويلة الأجل بين الراعي والمراع هناك عقود رعاية قد تستمر لسنوات طويلة هناك عقود تكون مؤقتة لفعالية واحدة وهناك عقود رعاية تكون مستمرة لسنوات متعددة يقوم الطرفان بموائمة استراتيجياتهم التسويقية بحيث تكون متوافقة إلى حد ما في الواقع في هذا النوع المشاركة الضمني هما يجعل الرعاية مميزة بمعنى عن الإعلانات بمعنى حينما يكون لدينا انسجام ما بين الراعي والمرعي في الاستراتيجية التسويقية هذا سيساعد على استمرار العلاقة التعاقدية في الرعاية وبالتالي يكون أكثر فائدة من عمليات الإعلانات قد تستخدم شركة ما الفعالية للإعلان عن منتجاتها أو خدماتها ويمكن أن ترغب في ظهار ارتباطها بالفعالية من خلال هذا التواجد الإعلاني إلا أن الإعلان في حد ذاته يبقى نشاطا داخليا للشركة بمعنى يعود للشركة قد تعلن في وسائل الإعلامية أخرى وبالتالي بإضافة إلى الرعاية وتبقى العلاقة مع منظم الفعالية كما هي وقد يكون لدينا أيضا علاقات كما ذكرنا وروابط تكون قوية نظير الانسجام كما ذكرنا في الرؤية الاستراتيجية للتسويقية الموحدة بين الراعي والمرحي وبالتالي تكون العلاقة مستمرة وأيضا في نفس الوقت قد تلجأ واحد الأطراف إلى الإعلان عن هذه الفعالية لكي يحصل أيضا على مبيعات أو زيادة مبيعاته من المنتجات ملاخص حديثنا اليوم تحدثنا عن ما المقصود بالرعاية ذكرنا الرعاية هي نشاط الكيان الذي يقدم الدعم لقضية أو فكرة معينة وفي هذه الحالة قد نقدم مزايا تسويقية وأنشطة كذلك ذكرنا الجهة التي تقدم الدعم تسمى بالراعي والجهة التي تلقى الدعم هي الملعي ذكرنا قد يكون هناك عدة أشكال لعملية الرعاية ذكرنا يتعلق في الدعم المالي والدعم أيضا قد يكون العيني وغيره وذكرنا أن عملية الرعاية تمر بعملية دقيقة من تخطيط من تنفيذ من مراجعة من تقييم وهي عملية أيضا مستمرة ذكرنا العلاقة بين الراعي المرعي مبنية على النية الحسنة مبنية على تقيق المصالح المشتركة والأداف المشتركة وبالتالي في حال عدم أو بحث طرف على المصرحة على الحساب الآخر قد تلتغي هذه الرعاية وقد تسبب في مشاكل في تنفيذ الرعاية إلى هنا أعزائي الطلاب نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة